تتوالى على محافظة نينوى خسارة المساحات الزراعية فأكثر من 6 ملايين دونم هو فقدان المحافظة لهذا العام نتيجة التغير المناخي ونقص المياه والجفاف وبالنتيجة توسع التصحر وسيطرته أكثر فأكثر زيادة الأراضي المهددة بالتصحر في محافظة نينوى سيكون لها تأثير سلبي على قطاع البيئة هناك مشاريع لا بد أن تلتفت إليها الجهات المعنية في محافظة نينوى مشاريع تفعيل مشروع حصاد المياه إقامة سدود صغيرة لغرض توفير المياه الكافية لهذه الأراضي الزراعية مبادرة زيادة المساحات الخضراء التي تطلقها منظمات غير حكومية مختصة تول اهتماما لإعادة الرداء الأخضر إلى أم الربيعين فهذه المرة ورست في جامعة الموصل أكثر من 3500 شجرة مهمتها أن تقف في وجه التصحر الذي يزداد بسرعة توفر الأجار في جامعة الموصل ما يقارب ما بين 40-45% من كمية الأكسجين التي يحتاجها الطلبة في هذه الجامعة أذكر أن عدد طلبة جامعة الموصل ما يقارب 70 ألف إذن هذه الآلاف من الأجار ستوفر هذه النسبة من الأكسجين الأجار هي عبارة عن أجار حمضيات وأجار الجاكراندا تطمح من خلالها المؤسسة إلى زراعة هذه الأجار لفائدتها وأهميتها وجمالية شجرة الجاكراندا التي تسعى المؤسسة إلى نشرها في داخل المؤسسات والأبنية القريبة لما لها من منظر جميل ويعتبر العراق خامس أضعف دولة في مواجهة التغير المناخي خصوصا وإن الحكومة الاتحادية والجهات المختصة لم تدرك لغاية الآن حجم الخطر الذي يتربص بالبلاد واحدة من التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق هو تحدي التغير المناخي والأمانة البشرية كلها تجايت عاني من هذه المسألة لكن العراق لأنه خامس أضعف دولة في مواجهتها هذا يجعل التحدي بعد أكبر نحن نحاول بموادرات متعددة ومتنوعة من زوايا متعددة محاولة المشاركة في مواجهة هذا التحدي الكبير من الموصل محمد طلال قناة زاكروس الفضائية